اهلا بخضراتكم اول حاجة شكرا جدا للتفاعل على خبر ان انا وحشام صابري دكتور حشام صابري ومحمد علي هنكون موجودين معاكم لايف على الخناة عندي يوم التلات تلاتين تمانية الساعة تسعة مساء بتوقيت القاهرة الناس تفعلت حلو جدا وان شاء الله دي مسئولية علينا ان احنا نحاول نوصل افكار معينة بشكل معين اه نقدر نفتكو بيها ونقدر ان احنا يعني نتحرك كلنا شوية في اتجاه ايجابي بحيث ان احنا لازم نخلص من المصيبة اللي احنا عايشينها اه تساؤلي النهاردة هل احنا عايشين اه في مرحلة الارض المحلوقة يعني هل السيسي واللي معايا خلاص ادركوا ان ما فيهاش امل فبيعصروا الفوطة بيلموا بيلموا اخر الجباية قبل ما يخفوا ولا ايه الحكاية في فيه في حاجات بتحصل مش مفهومة اه اول حاجة بول عينين اه على صد البلد اول حاجة بس قبل ما اخش في الموضوع ده الناس الحلوة اللي بتشتم وبتخش تعترض وبتحتاج على اللي احنا بنقوله ممكن تجيب لي يعني كلمة حلوة من على القنوات حتى بتاعكم بلاش نرجع شوية بالتاريخ الورا وشوف هما من سنتين كانوا بيقولوا لك ايه وايه اللي هيحصل وقد الدنيا ومش قد الدنيا وطلعت حتى ما حصلتش قد السوبر ماركت ده حرفية يعني مبيعات وولمارت في الفين واحد وعشرين والمارت اللي هو زي كرفور كده في مصر مبيعات وولمارت في الفين واحد وعشرين ازيد من ناتج الدخل القوم المصري يعني مجموعة التجارة اللي حصل في مصر شاكب راكب شاري وبايع ربعمائة وشوية مليار دولار وولمارت بايع بخمسمائة وشوية مليار دولار ده وولمارت الواحده فاحنا بس مش نتمنى تبقد الدنيا احنا بس نتمنى تبقد كرفور تبقد السوبر ماركت تمام فاحنا ما عمرناش اي حد من المعارضة انا او غيري طلعنا قلنا لكم والله يا جماعة المستقبل مشرق احنا بنقول فيه مصيبة احنا داخلين عليها والصرف بالشكل ده ما ينفعش ونهب الاموال العامة ونعدم الرقابة وسندوق تحيا مصر اللي هو الصندوق الاسود بتاع النظام تحيا مصر اللي بيبلع كل الخير بتاع البلد وبيتفرق من تحت لتحته معلوش رقابة احنا بنحذر من ده بقالنا سنين بس انا مش هقول بقالنا سنين هقول بس ارجع السنتين اللي فاتوا ارجع السنتين اللي فاتوا شوف قنواتهم بتقول ايه واحنا بنقول ايه تعال بقى بص النهاردة شوف قنواتهم بتقول ايه واحنا لسه بنقول الكلام اللي احنا بنقوله يعني احنا رأينا ما اتغيرش هم اللي اعلامهم اتغير فقبل ما تشتمني اشتم نفسك ان انت سدقت الهابل اللي كان بيتقالك من سنتين في التلفزيون والوهم اللي معايشينك فيه ان بونال مودن والطرق ده انجازات ده ما اسمهاش انجازات ده اسمها تطور طبيعي بس اللي بيحصل ان تطور طبيعي ده بيحصل بشكل تدريجي مفيش حد بياخد موارد الدولة كلها ويروح يصبها في مدينة في قلب الصحر يعني ليس هناك اي داعي لجامع بالشكل ده وبالحجم ده بعد جامع عبدالفتاح العليم ها ان هو يتعامل جامع بالحجم ده ليه يعني انت لسه عامل جامع كبير جامع تاني متكلف مئات الملايين ليه لمين طب ما تعمل مستشفى خليها يا سيدي مستشفى الفتاح العليم حد يقول لك لأ خليها مدرس للفتاح العليم هو الجامع الناس تخش تعمل فيه ايه غرنها تدعى اللي جابوك ايه لغى بقى ده فقبل ما تشتمنا راجع كلامنا راجع احنا قلنا لك اه من سنتين وانت قد تمث الدق من وبعد سنتين جنب يقولوا لك ايه جنب يقولوا لك ايه بقى يا نجم ابو لعنين على صدى البلد القناة بتاعته مع احمد افندي موسى فجأت ان احمد موسى بصراح مستضيف ناس رأي رؤساء جمعيات رجال اعمال بتوع وجه بحري وجه قبلي وستة اكتوبة ودونيا كلها تلاتة رجال اعمال من العيارة التقيل بيقولك المصانع قفلت مفيش شغل تلات الاف مصانع قفلين في الصعيد وخراب بيوت ازيد ازيد بقى ازيد انا بقى في الزيتة واقول له كل عندي حلو جماعة بتوع الصعيد اخواتنا المسيحيين في الصعيد اللقباط دول بيفرفروا وبقى لهم سنتين ثلاثة ليه لان هم كانوا بيأجروا متر الارض من الحكم المحلي علشان الطوب والحاجات دي بيطلعوها بيأجروها مثلا بتلاتة جنيل متر رمي راحوا يدفعوا زي ما بيدفع كل مرة في مرة من ذات المرات قالوا لهم لا والله الدفع مش عندنا الدفع عند الجيش الجيش هو اللي حط ايه هو اللي حط منخيره في الموضوع راحوا يدفعوا للجيش لقوا الثلاثة جنيه بقى وسبعة وعشرين جنيه ده في مصنع واحد بس قفى البيت ستمائة بني ادم يعني اللي انا بحكي لكم عليه ده في مصنع واحد كان نتيجته ستمائة بني مين اللي قال لي واحد مصري ابطيق من صحاب الشركات الصغيرة اللي بيشتغلوا في المحاجر وبيأكلوا وبيفتحوا بيوت جنبهم لناس بتشتغل وبتعمل وبتبني ده 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 الحاجات الصغيرة لما جيت اتكلمت في مرة على تويتر في الموضوع ده جالي ناس من كل حتة في الصعيد بيقولوا نفس الكلام مش الراجل بس بتاع المينيا لا ده المينيا وقصيوت وديروت ومريوت والليلة كلها عملوا كده في كل محاجر الصعيد الجيش حط منخيره في كل محاجر الصعيد وبيزود السعر على الناس الغلابة وهو بياخد الفرق كله هو خلاص ما عادش في حاجة بتروح للمدينة ما عادش في حاجة بتروح للحكم المحلي خلاص ده ارض الجيش وارد الجيش واسعة زي ارض الله كده تمام كون دلوقتي ان رجال الاعمال وصل بيهم الحال ان هما بيشتكوا على قنوات السيسي من ضمنها صد البلد بتاعتبوا العينين يبقى عرفوا ان الخراب خلاص الخراب قادم قادم هل الناس دي صحته تاني يوم الصبح حلقته الريز بينطفد ورايح يحل لهم مشاكلهم لا خالص ده راح مع محمد بن زايد يحتفل بافتتاح مدينة العالمين الجديدة اللي هي برضو بتاعت محمد بن زايد يعني محمد بن زايد هو هو واخد ايه واخد الحتة بتاعت العالمين الجديدة دي يعني فتح لنا دبي صغيرة في مصر والسيسي مسؤول تنفيذي مش اكتر بين كده الحاجة التانية كنت انا في المحل العربي الاسبوع اللي فات مش من الاسبوع اللي فات من حوالي اربعة ايام بالزبط روحت هناك رجل عربي كده محترم وشغال هناك وده المحل بتاعه وبتكلم معاه وبسأله على حاجات فقال لي لا اص انت معرفتش هو طبعا ما عرفنيش ولا يعرف ان انا بقى ناشط ولا بقول للناس الرجل مش في دايرتنا خلص هو عربي مش من الناس المهتمين بالسياسة بتاعتنا فبيحكي لي على جامعة مصريين قال لي المصريين قال لي فيه شباب مصريين ورجالة مصريين يعني بيجيبوا بضايع من مصر مواد غذائية بيستوردوها من مصر فده حلوة هو فلوس للتصدير بتشغل ناس بتفتح مصانع بتفتح بيوت بس المواد الغذائية دي بيبقى لها مدة صلاحية عادة بتبقى يعني من ثلاث لست شهور من اربع لست شهور صالح لمدة ست شهور فييجي السيسي يعمل لهم ايه بقى يعطلوا لهم المراكب في مصر يدفع يا مفيش حاجة طالع يعني يا اما يدفع يدفع اه يدفع يرش يا اما مفيش حاجة طالع طبعا خرب بيت اللي جبوه كان فيها حاجات فيها منتجات قلبان واجبان وحاجات اللي بتيجي من مصر فبيخرب حتى على المصدر يعني مش بس المستورد اللي مش عارف حتى يجيب قطع غيار والعارف يجيب مواد خام طب يا عم عندنا اللقمة العيش اللي بنتفعها جوه فيه ناس بتحبها برا يعني يعني طبعا الفول اماراتي امريكانا والكلام ده اماراتي بكل اطعامه بقى الخلطة السعودي والخلطة المصري والخلطة الفلسطيني والخلطة المغربي لكل انواع واشكال فول هتلاقي برا اماراتي اخدوا حتى الفول مننا اواء يعني احنا من فشلنا ما عملناش حتى الفول بتاعنا على اللي بنا برغم الخبرات القديمة يعني اها واتفينة والشركات كان فيه شركات منتجات اغزائي مش هقول ان هي احسن حاجة ولكن لما بتشتغل على التطوير اللي كان بتعمل من 20 سنة المفروض ان يبقى تطور بعد 20 سنة لكن اللي حصل ان هو من 20 سنة هج وراح على الامارات انا من ساعة لما جيت امريكا والفول اللي بشتريف من امريكا معمول في الامارات فخارب بيت المصدرين زي ما هو خارب بيت المستوردين زي ما هو خارب بيت الناس الغلابة اللي بتتعب وبتشقى بره في المحاجر هو عايز يعجوها في البكتب قاعد فتح كارتة على اللي داخل واللي خارج في كل حاجة طيب هل في حد شاف تحسن في حياة ونتيجة لده بالاضافة للشوارع والطرق خلينا من الشوارع للطرق انا بتكلم على البني ادم هل حصل تحسين في خدمات الطبية هل حصل تحسين في التعليم هل حصل تحسين في جودة التعليم في اصلاح التعليم none of the above ولا حاجة من دي حصلت ولا حاجة من دي تكررت فهل احنا في مرحلة سياسة الارض المحروقة خلاص بيعصروا الفوطة عارفين ان هما ملهمش فيها فبيقشوا باليمين وبالشمال انا بحذر يا جماعة لو احنا في المرحلة دي انا فعلا بحذر ان كل يوم الزباط دول في الحكم احنا مش هنقدر نوصل لحاجة يعني الواحد سهل ان الواحد يشتم بس لك انت تخيل الواحد اللي في دماغه علشان يتكلم بالطريقة دي انا طبعا مفيش كتير يتقال في الكلام ده انا بس blowing the whistle زي ما عاوتكم لما بيبقى فيه مصيبة الواحد بيكتشفها لازم نقول الحق يا عم وانا لما ببص ببص بالصورة الكبيرة بحط القطع الصغيرة في الصورة الكبيرة دعم المستمر الاهل الوراء امبرح سيادة المستشار عامل الشاهد عمل فيديو تاني وبيتكلم بالوقاعة وفيديوهاته باحداث وبلاقي ناس برضو بتهجموا بتهجموا ليه يقول لك اصلا انت كنت منتفع يعني انت معرفتش لالفين وستاشر ان فيه فساد طب ما الراجل قدامك من جوه المنظومة بيحاول يحارب الفساد في الدايرة بتاعته بعد اما فشل وبعد اما بعد عن ظلمهم ابتدى يتكلم ابتدى يقول الحق يا ناس هو الراجل سلك المسلق القانوني على مدار ست سنين وعمل اعتبار لتاريخه ان هو راجل كان زابط شرطة وابوه برضو راجل لو شرطة والعائلة كلها معارف وكلها ناس تقيلة وناس جامدة ومحاميين وقضاء وناس في السلك القضائي والشرطي والكلام ده كله ومع ذلك الراجل كان جوا وفي وسطهم وبيحارب الفساد ودي قصتي ودي قصة هشام صبري ودي قصة ناس كتير بس مش كل واحد عنده المقدرة على المواجهة ومش كل واحد عنده المقدرة ان هو يقطع بطاقته فيه ناس ما تقدرش تقطع بطاقة عنده ما يدعوه ان هو لازم يروح وييجي على مصر او ان هو مش عارف يطلع برا مصر عشان يقدر يتكلم فبدل ما تهجموا استفيدوا منه اسمعوا اللي بيقولوا اعرفوا اسألوا ايه اللي وانا هكلمه في الموضوع ده ان هو هيكلم ازاي او ايه وسيلة اصلاح النظام القضائي يعني ازاي نوصل لاصلاح النظام القضائي من وجهة نظره يعني هشام بيكلم في اصلاح منظمة الامن وانا بقايده جدا لان منظمة الامن من اسهل اسهل المنظومات اللي ممكن يتم اصلاحها لانها كلها شغالة بالاوامر احنا النهاردة مسموح بكذا كذا كذا تمام يا فندم من بكرة ممنوع كذا 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 هي نفسها تمام يا فندم ولما تقولوا ان النيابة هتبقى على دماغك ولما تقولوا ان منظمات حول انسان هتبقى على دماغك وان المجتمع المدني بيرائب وان القضاء مش في جيبك مرة تانية كل واحد حلتزم شغله فقط لغير اما بالنسبة للجيش الجيش تسعين في الماء منه غلابة العشرة في الماء رمم اللي على الوش دول خطفين الجيش زي ما هم ما خطفين البلد الموضوع لا يختلف كثيرا اللي انتم شايفينه دلوقتي ده اللي بيتعامل في الجيش من زمان اللي بيفتح بق يخش السجن اللي معترض يخش السجن اللي مش عارف ايه يخش السهل حاجة عندهم السجن انا بكلمكم على زباط فما بالك بق الصف والجنود فده كل الكلام اللي عندي النهاردة بشكر حترككم جدا ومستنيكم ان شاء الله يوم التلات تلاتين تمانية تسع مساء بتوقيت القاهرة على القناة هنا عندي هكون لايف ومعايا دكتور رشام صبري اللي هو زابط امن دولة صادق وحاليا دكتور جامعة في امريكا وهيكون معانا محمد علي انا بحب محمد علي جدا المقاول والفنان انا بحبه جدا جدا وبحترمه ومحمد علي عنده المقدرة ان هو بيفهم يقدر يوصل للناس البسيطة اكتر من اي حد فينا لان هو واحد منهم واحد منهم وقادر يوصل لهم وعارف يكلمهم ازاي وبصراحة انا لما بتفرج على محمد علي محمد علي دايما بيسأل اسئلة بسيطة ردودها مصيبة يعني يقول لي انت مش عارف ما عملتش ايه بدل ما كنت تعمل ما الرد مصيبة الحاجة الاخيرة اللي حب اقفل بيها قبل مقفل النهاردة هي الكنيسة الابطية اللي وصلني من الكنيسة الابطية كلام ما يطمنش خالص البابا فعلا البابا تودرس تحت ضغطي شديد ونتيجة لده يعني لو لاحظته ان هو ما بيصليش العيد في كنيسة انتصار المسيح اللي هو اصلا ما فيش حاجة اصلا المسيح ما انتصارش انفورشنتلي يعني وفي الاخر تحط على صريب وتصلب طبعا حسب كل واحد ايمانه ممكن المسيحين يقولوا تصلب المسلمين يقولوا لا ده تشابه عليهم لكن في واقع الامر هو يعني ما كانش موجود اما ترفع اما تصلب حسب كل واحد حسب دينه بيبصره منين او لو انت يهودي بقى يبقى ما جاش خالص يعني كل واحد هيبصله حيبصله بالطريقة حسب ايمانه بدينه فالراجل قرر انه ما بيصليش ينك في الكنيسة ما بيصليش في القادة كدد رائية الصحرة علشان اكيد هو يعني مش عايز يعز باللقباط وفي نفس الوقت مش عايز يدي كرامة للمكان اللي مالوش اصل اللي عامله مالوش اصل كمان يعني هو مالوش اصل جاب لنا عامل لنا مالوش اصل فشكرا لحضراتكم جدا وشكرا لوقتكم واسف للتطويل لو حصل تطويل ومستنينكم يوم الجمعة تلاتين تمانية تسع مساء متوقيت القاهرة على قناتي مع محمد علي وهشام صبري شكرا لحضراتكم ويلا